اشتركوا في القناة وان شاء الله تطلع يعني النهاردة باذن الله ويا ربنا كده يجعل كل ايامنا ليلة قدر لان هو ينفع يعني من دراستي الاحاديث اللي انا حاولت ان انا اوصلها علشان استبيل ليلة القدر هو ينفع ان ليلة القدر تبقى ايامنا كلها ليلة قدر باذن الله يعني ليلة القدر زي ما بينها الشيخ عمر عبد الكافي ان هي ليلة روحانية هي ليلة ربانية ليلة ربنا بيمدك فيها بالقوة وبالقبول اتخال ان ممكن لو انت عامل صلة كويسة مع ربنا تبقى كل لياليك وكل ايامك هي ليلة قدر ودلل على الكلام ده والكلام ده برضو للشيخ عمر عبد الكافي دلل على الكلام ده ان فيه فرق توقيت بيننا وبين الناس التانية يعني مثلا احنا هنا في مصر في ناس اه في السعودية في ناس في لبنان في ناس في زنبيا في ناس في اقاص الارض الناحية التانية في ناس في روسيا فيه فرق توقيت كبير بيننا وبينهم طبعا يعني احنا لو لو جينا نشوف كات فرق توقيت ده هنشوف خطوط الطول ودواير العرض فدي يعني موال كبير فيه فرق توقيت بيننا وبين دول تانية اتناشر ساعة فتخيل الله من انك عفو ان تحب العفو عفوانا يا رب العالمين اللهم امين ربنا يرحمنا يا رب ان شاء الله يعني لو هي ليلة القدر ليلة 27 مثلا اللي هي الليلة اللي صابح فيها 27 عندين هنا في مصر زي النهاردة كده بالزبط طب الليلة بتاعة النهاردة دي صابح 26 في حتة وصابح 28 في حتة تانية تقريبا يعني انا مش مش ضليع في الجغرافيا بس يعني ايه هتخيل بقى طبعا تبقى عندنا ولا عندهم طبعني فليلة القدر هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال استبينوها في العشرة الاواخر من رمضان نستبينها في العشرة الاواخر من رمضان حلو يعني من يوم 20 لغاية يوم 30 ييجي بقى 30 ييجي 29 رمضان مش دي القصة المهم ان هي في العشرة الاواخر طب انهي ليلة بالتحديد محدش قال غير في حديث عن ابن مسعود بيقول ان هي ليلة رقم 27 ودلل على كده ان كلمة هي في صورة القدر هي رقم 27 ترتبها كده من اول ما تجيب الصورة لغاية ان ما توصل لكلمة هي هي الكلمة رقم 27 الشمس بدأت تطلع يا اخوانا مش عارف انت هناك بعيد طيب في حديث تاني بيقول ان الصحابة كانوا عاديين جمسرنا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه يا سيدنا النبي ازاي نعرف ليلة القدر فقال لهم تذكرون حين طلع القمر وهو مثل شقة حفنة اللي هو زي الطبق المدور هي الليلة دي طيب يبقى ادي اول علامة من العلامات العلامات الاكيدة عندنا اللي بنتكلم عليها اللي بنتكلم عليها هم اربع علامات تمام وعلامة بنعرفها الصبح ودي اللي احنا بنستبينها دلوقتي ان الشمس بتطلع ملاش شعاع طيب ايه العلامات الاولانية ان الامر في الليلة دي بيبقى مدور زي الصحن المدور كده كامل الاستدارة ودي حاجة جميلة جدا وده كان خاص للليلة اللي فاتت وفي ناس تقدر تقول ان هو كان خاص اليوم خمسة وعشرين وناس تقدر تقول ان هو كان خاص اليوم تلاتة وعشرين وواحد وعشرين من رمضان فيعني نسأل الله التوفيق فيهم كلهم يا رب طيب سيدنا النبي برضو كالف حديث تاني ان هي ليلة سمحة طليقة لا حرة ولا باردة يعني الليلة دي تحس فيها كده بالسماحة والهدوء النفسي انت كمسلم لما تقوم الليل وتتعبد لربنا سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك ان انت مطمئن القلب بسم الله مشاء الله الله مبلغنا يا رب ليلة القدر الله مبلغنا ليلة القدر واقبلها مننا يا رب بسم الله مشاء الله يا اخواني الشمس طلع ملهاش شعاع زي ما قال سيدنا النبي ويعني وهو الصدوق بسم الله ما شاء الله الشمس النهاردة ليلة 27 او صبيحة 27 ملهاش شعاع زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم تقبلها مننا يا رب الله ما تقبلها مننا يا رب الله منك اعفوا ان تحب العفة عفو عنا يا رب اللهم انك عفونا تحب العفو عفو عنا يا رب اللهم اغفر لنا والاهلنا يا رب ولكل من يحبونا يا رب العالمين واقفوا عن الاخرين يا رب حتى اللي مش بيحبونا يا رب عفو عنه فالليلة مبارح كانت ليلة ربانية بسم الله ما شاء الله كانت ليلة سمحة طليقة النهاردة اهو زي ما احنا بتشوف الشمس من هالشعاع انا حبيت ان احنا نعمل بس مباشر ما يكونش فيديو ونعمل له منتاج علشان يعني تبقى حاجة كده تفرحوا بها اتمنى يكون اصابتكم ليلة القدر بهدوء وسكينة ويعني تجمع شملكم بينكم وبين الناس اللي بتحبوهم وان هي تكون زيادة لكم في العمر وبركة وان شاء الله ربنا بلقكم ليلة القدر في السنوات القادمة باذن الله اللهم انك عفون كريم وتحب العفاة الشيخ محمد بهلول منورني طبعا حبيبي اللي انا بعزه على المستوى الشخصي يا ربنا يزيدك يا رب امام المجمع الاسلامي في الدخلة يعني ربنا يزيدك يا رب ويجعله في مزان حسناتك السيد احمد عبدالله يا ربنا يكرمك يا رب بليلة القدر سنوات طويلة يا رب ويبلغك رمضان في السنين القادمة ان شاء الله وعبال ما تقضيف الحرم باذن الله يا رب تدعي لنا دعوة صادقة بالتوفيق ان شاء الله من كل قلبك استاذة رويل هو ملهاش شعاع حضرتك يعني ممكن يكون الشعاع طالع في الكاميرا لكن انا في الفيديو اللي قدامي ملهاش شعاع هي عبارة عن صحن مدور مضيق يعني مش ملهاش شعاع انا حاول انا اقرب لكم الزوم بتاع الكاميرا بس حضرتك ما فيهاش اي شعاع خالص اهي بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح واحنا زي ما قلنا دي علامات استرشادية يا ليلة القادر تنفع اي ليلة في الليالي كلهم ان شاء الله وان شاء الله يعني نصبها باذن الله احنا كلنا عندنا امل ان احنا ننول الرضا رضا ربنا سبحانه وتعالى في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر طبعا بس ليلة القدر الليلة عظيمة يعني ربنا ذكرها في القرآن ان هي خير من الف شهر لما جمع العلماء يحسبوها واي حد يقدر يحسبها لالف شهر جاب ب83 سنة فتخالي ان لو ربنا وفأك واعدت في ليلة القدر تذكر ربنا سبحانه وتعالى 83 سنة انت ممكن يعني انا ممكن انا وخضراتكم او اي حد ما يعيش 83 سنة علشان يتعبد فيهم تخيل ان ربنا لو تقبل بينك دعاء واحد ركعة واحدة صلتها وانت قلبك خاشع وحاضر ونفسك ما حدستكش بالدنيا واللي فيها وفلان عايز يعمل وانا عايز اروح وعايز ايجي وعايز اجيب يعني نسأل الله السلامة من هذه الدنيا يا رب فيعني تخيل كده 83 سنة الف شهر الله يا اخواننا ارقام ارقام كبيرة ارقام احنا يعني انت تستحق ان انت ربنا يبلغك ليلة القدر لو انت حريص على ليلة القدر ربنا يبلغانك والله ممكن يبلغالك لوحدك يوم 29 وممكن يبلغالك يوم 28 فيعني خلوا الامل موجود ومش معنى ان احنا بنستبين ليلة القدر النهاردة 27 ان الناس تبطل رمضان اخواننا رمضان رمضان ده شهر عظيم ربنا اللي قال عليه سيدنا النبي قال ان لله نفحات قال فتعرضوا لا نفحات تمتخيل للنفحة يعني الجماعة الصوفية اللي انا بحب بحب كلامهم بيقولوا ان النفحات دي حاجة كبيرة حاجة عظيمة خير النفحة كده لما تبقى بتحب حد وبتديله هدية هي دي النفحة ده على تفسيري انا وعلى فهمي انا لها يعني تازي عبد الرسول اصل الله العظيم رب العرش العظيم يا رب ان يكرمك ويحفظك ويرزقك الزرية الصالحة والزوجة الصالحة ويبارك لك فيهم يا رب باذن الله ويبارك في عمرك وفي صحيتك وفي والدتك طبعا استاذ محمد سيد جبالي الراجل اللي انا بحبه على مستوى الشخصي ربنا يكرمك يا رب ويرزقك من واسع يا رب يوسع عليكم باذن الله سيد احمد عبد الله كاتب ليلة من احسن الليالي والله العظيم انا مع عمري يوم بالدفئدة يعني بسم الله ما شاء الله نسأل الله التوفيق ان احنا نكون يعني عرفنا حتى ندعو ربنا كما يحب يعني اللهم لك الحمد كما تحب يا رب ولك الحمد حتى ترضى استاذ سلمة احمد ربنا يصلح حالك يا رب وينولك مرادك بالرضى ربنا سبحانه وتعالى ويرزقك من حيث لا تحتسبي ومن حيث تحتسبي يا رب العالمين ويرزقك رضاه ان ربنا اذا رضى عن العبد اعطاه اخواننا اعطاء ربنا والله ممكن يكون في المنع اعطاء ربنا ممكن يكون في المنع زي ما ممكن يكون في المنح ربنا ممكن يمنع عنك مرض ممكن يمنع عنك حد يعطلك ممكن يمنع عنك حاجة هتهلكك حاجة هتوديك لطريق انت مش هتعرف تمشي فيه مش هتبقى سليم الصدر وانت فيه يعني بص حواليك كده هتلاقي ناس كانت مبدعة في ما بحبش كلمة مبدعة كانت كويسة في طريق معين وكان الطريق ده للأسف هو نهاية هو الطريق ده اللي خليهم مشوا غلطهم هو الطريق ده اللي خليهم أدمنوا هو الطريق ده اللي خليهم بقوا مرضى نفسيين فتخيل ان عطاء ربنا زي ما بيكون بالمنح بيكون بالمنع سبحانه سيدنا النبي قال استبينوها أو استطلعوها أو تعرضوا لها في العشرة الأواخر من رمضان ليلة القدر تنتقل في العشرة الأواخر من رمضان ممكن نكون احنا مخطئين ممكن تكون حضرتك على صواب فاتعرضي لها في العشرة الأواخر كلهم قومي العشرة الأواخر عشرة أيام مش كطارة على ربنا مش كطارة على حضرتك ولا علي ولا على أي حد انت تقيم فيهم الليل يعني ناس كتير بتقول أن قيام الليل هو شرف المؤمن فتخيلوا لما تزيد من الشرف والرفعة والتقرب لله سبحانه وتعالى حاجة جميلة والله العظيم أستاذ أحمد ضياء الكاشف للأسف أستاذ أحمد كان نفسي أوافق حضرتك كلك أن فيها شعاع لا الشمس لما طلعت ما فيها الشعاع كلنا بنبص فيها هو حضرتك وبقالنا دلوقتي أكتر من خمس ست دقيق لا دا احنا بقالنا دلوقتي أكتر من تلت ساعة حضرتك احنا بنبص فيها من هذه الشعاع الله أعلم يا أستاذ محمد من دوح حد ش يقدر يقول إن هي ولا لأ احنا بنستبين العلامات العلامات اللي عندنا أو اللي احنا استبينناها النهاردة بتقول إن هي ليلة حلوة وفي حديث مجذوب اللي هو بيقول إن هي الليلة دي يعني ما فيش صوت نباح كلاب ولا نونوت قطط ولا الكلام ده لا الحديث ده لما صح عن سيدنا النبي خالص الليلة بتبقى ليلة عادية بنسمع فيها قطط وكلاب ومعيز وحمير وكل حاجة يعني انت فهمني ليلة عادية ليلة من ليالي الأيام اللي احنا بنعيش فيها يعني هتروح فين القطط والكلاب طيب هي موجودة هتروح فين موجودة سبحان الله فالحديث ده حديث مجذوب أو موضوع أو مش صحيح لما توصل إلى صحته فيعني هي إن شاء الله إن شاء الله ممكن تكون الليلة وبإذن الله نستبين مع بعض ليلة سبع وعشرين ليلة تسعة وعشرين إن شاء الله لعلها تكون هي لعلها تكون هي وتكون أصدق من الليلة النهاردة أو من اليوم النهاردة آخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر